اشتهت لسطنبول يلي عالبابر فيقي من زمان بسقلت منمر ومنسلم عليه بلاها عن جد ما في دعية أساساً أنا ما بحبه كتير بس ما بعرف ليش خطر على بالي هلأ سيدي شو رأيك بما أنه يجينا ناكل سمك بلاها ايه والله معك حق لأنه سمك ما بيكون طيب هالفترة سيدي منروح على مقبرت الشهداء منزور أخوتنا الشهداء ومنقرى الفاتحة على أرواحهم شو رأيك؟ إذا زاد معنوات ما عندي مانح يا عين سيدي الأنسة بحر بسطنبول كمان؟ ايه رح تلتقويا ترى؟ لا ليش؟ ولا شي بس سؤال عادي سيدي عندي فضول أعرف ليش بتظلوا تسأل واسئلة ما لازم تسألوها أصلا مركض خد السيارة روح وصفها بالكراج بسرعة بس انتبه مع تضربها أهلين وسهلين أستاذ شكرا إلا هاي بطاقتك شكرا شرفتونا أهلين وسهلين يا خانم أهلين فيك أهلين وسهلين فيك يا أخي أهلين فيك تفضل بطاقة سيارتك شو هالاسم كان مطاقة التنجل؟ شو بدي يساوي ما لقيت غير هالبطاقة؟ حمود ربك إنه ما كان اسمه مجاهد كمان لك الله يصبرني عليك شو ما جنيه أخي لو سمحت ما عطيتنا مفتاح السيارة الله يحميك من العين أنت رح تكون نجم هالحفلة ما شاء الله خزيئة العين عليك ترجمة نانسي قنقر طلعوا فيني قونوا رجال وأحكوا بصراحة في شي آتل بناتكن؟ كيف يعني؟ لك أنا عمقول آتل في بيناتكن آتل؟ لا في حدا مدمن؟ حالو كتير حدا عنده سوابق؟ لا والله يا أخي أساساً نحنا كلياتنا من أرزنجان ما بيطلع من بيناتنا أي مجرم ونحنا منحب الوطن والشعب وين خدمت عسكرية؟ خدمت بكوماندوس الشرطة بها كاري والله العظيم يا أخي كوماندوس الشرطة؟ لك؟ أول ما بسمع كلمة كوماندوس فوراً بأشعر بدني يا أخي قرب لعنك تعال تعال الله يحميك يا بطل على كله أنا مستحجل شوي ولازم روح بسرعة ديروا بالكم ولا تخبصوا بنوب إيه؟ فهمتوا؟ يلا عمي بوس إيدك أسرع أكتر طويل بالك يا أمي عمي بتحب أنا اللي سوء عنك؟ لا والله ما بيصير أصلاً صيانة أبوهلي إيه معنات تدعس بنزين كمان؟ بوس إيدك يا أمي طلع والله العظيم ارتفع ضغطي قرمال الله أسرع شوي موسيقى 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 يا رجال أهلاً سيدي ممكن تفهمني شو عم يصير حتى أنا ما بعرف فينا نشتبك معهم بس شو مشان الأستاذة وبنتها وزوجها ما رح نسمح لهم يأخذوا الأستاذة أيضاً ما لش تعطوني شي سلاح تفضل سيدي وأنت شو رح تساوي أنا معي اتنين غيره يعيني عليك طيب وين مخبي البارودة؟ حاولت خبيها بالبنطلون ما مشي الحال يلا تعالوا تركنا أمي شام يصير هون؟ أيضاً شون موضوع تركوني هنا تركوني غرب البحر اسمع تركوا زوجي وبنتي أنا بعمل كل يلي بتكني بروح معكم لوين ما بتكن بس رجاء نتركوهم بحالهم بس هنين رح يكونوا الضمان لناخده لك شو لا لي بتكن يا مني؟ ما رح أقلص منكم يعني؟ يلا ركبي لسه في عنا كتير وقت لنحكي هل قليلة تركوا بنتي؟ ولا أنا ما بروح معكم؟ لات عندي إذا ما بتتركوا بنتي مالي رايحة ركبي بالسيارة تركوا لأمي أسحكم تأذوها ناسي بحق عمي تركني على السيارة تركني يلا يلا بحق عمي بحق عمي بحق عمي ها تشعر حيوانات انتي منيحة؟ أمي أخذوا لأمي لا تخافي رح ننقذها أكيد فكوا يدين البنك يا رجال انتوا رح ترجع وانا رح ضل هون تحت أمرك سيدي ما فمت ليش عملتك بالحفلة جولاق قدر يوصل لي هو اللي جبرني يساوي هيك حتى انه بوقت الحفلة قاتل جرسو يا لطيف قديشه بلى ضمير والله بس يقع بإيدي لا حتى اقطع له راسه هلأ فهمت انت مشان هيك بست للأنسة بهار مهيك شو بست شو انت مجنون ايه والله انت بست سيدي ورقسته كمان حتى بهار راحته هي مالة على بعضها شو بتكون فكرت يا حبيبي الوضع سيء كتير انت كيف رح تقدر تصلحه سيدي يعني شو بدك يا نيساوي بدي احكيه للحقيقة اكيد هاد افضل حل قتاش فيك تعرف لي عنوان بهار فورا سيدي نيحا بيت الرجال بهذا المكان بس اي واحد يترى بعتقد هاداك هو لازم نلاقيه بسرعة ونعطيه سيارته فتحي معقول يكون هاداك البيت شو هالحظ شو رح نقدر نقضي عشر ساعات بالباس شو بدنا نساوي ما لقينا مكان بالطيارة مو مشكله اخي المهم نوصل اي 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 صحيح المهم نوصل ايا بيت يا ترى الله طفيف للعسلام الله ط Tangيه للأسلام الله طفيف للعسلام اللهم حييب دل الاسكر اللهم حييب دل الاسكر اللهم حييب دل الاسكر يالله واحد من العزي خبيبي يا روحي وعمري يا قلبي الله يحمي ويبغي دل الاسكر سامحيني يا امي انتي بس ادعيلي شو الله بترجع بالسلام ادعيلي استشهد امي اه دعيه دعيه انتي شو عم تقول يا اخي قلت تدعيلي استشهد لا ما بيصير قديش عمرك انت عمره 22 سنة صغير انت مستقبل هالبلد انت مستقبلنا يا اخي ما بيصير تستشهد اذا في حدا رح يستشهد هيليكن قدامك انت عساكل اخي انت رح تعيش ليش نحن عم نشتبك مع الارهابيين بالجبال والوديان مو مش ان نحمي مستقبل هالبلد لا تزعي لامك عم تفهمي بعدين امك رح تزوجك كما وانت رح تجيب لحفيد يا اخي لساتك صغير ما بيصير تحكي عن الموت هلا انت ما رح تموت طول ما نحن عايشين ما رح تتقزة تعالوا تعالوا خالتي لا تشغلي بالك ابنك رح يروح ويرجع بالسلام كوني متطمنة ماشي؟ ماشي الله يحميكم يا ابني يالله عزفوا لا شوف يالله يالله رصوا يالله شوف الربزلين يا عيني عليك وصوا وصوا يلا ان شاء الله ما تصير معه شي مش بكلي ما رح يصير اي شي هو بيعرف شغله مني حتى اذا صار شي منتدخل بسرعة لا تخافه شو متحمس كتير شو هادو لا هذا شو عم بيساوي بالسيارة نحن لما سرقنا السيارة هم انتبهنا عليه ابدا خد زيتو لا واقف حرقوا بالاول وبعدين زيتو ما في داير حزيتو فورا لا لازم تحرقوا بالاول هيك العادي عنا يلا حرقوا انت شو عم تستنى حتى لو كان على معدونا هلشي ما بصير رح زيتو شو يعني انت عم تتمسغر علي ولا قبيب يلا حرقوا بتساوي كل شي بقوله وبتسمع الكلمة حرقوا وبعدين بتزدو نكون عميل لعدونا ولا عاشتك تخبيص اذا جولاق شاف هالشي ما بيخليك تعيش بس جولاق مو هون ليشوف حرق علم العدو ولا بفجر لك رأسك في هاللحظة ليش وقفوا هل بيحاسس انه صاير شي شوفوا عم بيهددوا حاطت السلاح براسه مصيبة معقولين كشاف انتبهوا عم يلاحقونا شو لعدو نزلوا بسرعة شو عمصير يا ترى شاكوك يا شاكونا يلا نزلوا بسرعة ليش سيدي اقوص علينا اكيد نشان ما يكشفو راح نقوص بس انتبهوا اصحكون تصيبوا سيدي نيهي اللي خبرتني ولا كنت راح اقوصوا بنص سرعة السوت اخي من وين طلعوا هدول هدول اعداء طلع ملاحقونا يلا ترى موكو السيارة بسرعة في واحد منهم تصاوب يلا تقعب يلا انت وين تصاوبت انا عم مسل شو تصاوبت يا غبي ما عاد يدروا يلحاونا يلا 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 بسرعة السيارة يلا هون هنه ايه وقفوا نزلوا اسلحتكم تركوا الاسلحة فورا يلا صاعدك تقال مين انت ولا واحد من عشاء العلم هلا اسمعني يلي بيطاول على هذا العلم يلي بيطاول على هذا العلم يلي بكسر له راسه بيدي فهمت ذلك سيدي وصلنا على المخبر انا راح ابعث لك الموقع فورا في ثلاثة ورود تعالوا اطفوا يا تركوا مواحد جوا لا تكون خايف منهم مجاهد اي يخف سيدي انا عمقولي اذا كانوا اقل من ثلاثين ارهابي بلا ما افوت معكم اسلاحي مو متعود على العدد الالي قد ما كان عدده ان احنا لازم ننقذ الاستاذة ايه تماما انتوا جاهزين ايه سيدي ماشي اتاش تعال معي وانتوا تحركوا ورانا معقولي هالحكي ليش مو انا بمشي قدامه لان هو اعقل منك اه يعني انا بل عقل متهور ومجنون يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا فوز ما في حدا ما في حدا ما في حدا يا فوز زوجي حالته خطيرة خلاص خلاص اهدي انتوا بأمان لا تخافي اني سنعطلهم قنوب لبيولوجيه و هنن رح يفجروها امتح؟ الانتحاري رح قبل شوي اسرع يا فوس ركودي بسرعة لازم تلحقه